ذكرت ويكلة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم الأربعاء أن نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران قد تحطم ونقل عن روحاني قوله بصفة الرئيس الإيراني أعلنوا للشعب أن العقوبات حطمت وإذا اتحدنا سترفع قريبا وعضف أن الولايات المتحدة تعلم أنه يتعين عليها العودة إلى القانون والوفاء بالتزامتها المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 وأعرب عن أمله في أن تتوصل الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا إلى حل يفضي لإحياء الاتفاق في المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية بينا مع إيران